أزل أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران التمازيط أو جذور الأمازيغية في هذه الحلقة بنتكلم عن الجدر غوس اللي هو معروف عن الكثيرين غس ياغ يا وياس سبب حديثي عن هذا الجدر هو كانت عندي مكالمة هاتفية مع صديق مؤخراً رأيته يخلط بين كلمتين تغاوسة وشرع واللي هي كرع عند أغلب الأمازيغ تغاوسة وكرع أحياناً يستعمل هدي وهدي بس ما فيش أي ضابط لإستعمالهم فحبيت إنني في حلقة أو اثنين أو ثلاثة نستخدم الألفاظ الأمازيغية الثلاثة المستعملات بمعنى الشيء أو الشيء الغير المعرّق بالضبط أيوه التغاوسة كرع أو شرع وأسكين واجب القول أن الصديق يعني حقيقة متعلم جديد للغة الأمازيغية بمعنى أنه هو مش لغتها الأم ولكن مع هذا واجب القول أن الفرقين الوحيدين الذين يعني اللي فيهم أو يفرقوا فيهم النفسيين بين تغاوسة وكرع أو شرع هو أنهم يستعملون تغاوسة في حالة التأنيث والتاني وشرع في حالة التذكير والتاني في حال إقرانها بالمذكر وهي إقراء والفرق الآخر أن تغاوسة يمكن جمعها على تغاوسوين بينما شرع لا يمكن جمعها وهي أصلا جمع إلا أن بعض طبعا اللي هم يغلطوا دائما ويقولوا شرع شرعوات لأنها جمع وأصلا شرعوات وأو والفتاء جمع ليس أمازيغي في الواقع وربما يكون مستعار من اللغة العربية طيب يوجد فرق كبير بين الكلمتين حتى في استعمالهم الأخير ولكن زي ما قلت الناس الآن ما تستعملش بهم بالمعنى الأصلي لا وزي ما قلنا في مصطلح آخر اللي هو أسكين بمعنى الشيء ليس موضوعنا الحقيقة المترادفات ولا المقارنات في الدروس هذه لكن فقط من باب ذكر الجذور أول بأول طيب خلونا نولوا للجذر غوس ولا غس ياغ ياو ياس تعرفوا كنت قلت أبيات شعرية لها سنوة ألبا منكم من 2003-2004 عن أن لست بشعر وغير رد على صديق كتب مقال بعنوان الشيء بالشيء يذكر باللغة العربية ونردت عنه في المسيخية نثرا أو شعرا قلت المتساس شراء المتساس شراء تغوسة تغوسة مال ستغوسة تغوسة تنتجال تما تغوسة إي تغوسة مول أشكو تغوسة تغوسيوين تلول تخوى تغوسة أفتغوسة تغوسيوين تفاى تغوسة إيما النس دا الدين تتغوسة أفتغوسيوين تسليت تغوسة تصيوت الدين عفوا تسليت تغوسة تصيوت الدين سلنسيست تغوسيوين نانت إيما نتتللت أفتغوسة دين سسمن التغوسيوين إيستوكزم تغوسة تسليت تغوسة تصيوت الدين مولي تيد أشكو ميوكزة تغوسة تدنغ تدين زي ما قلت هادي رد على صديق بعنوان الشي بشي يذكر طيب خلونا من الشعر والمقالات والأشياء هادي ولكن هنيه تذكر تغوسة وشراء مترادئ بمعانيين مختلفين من في البيت الثاني طيب تغوسة تستعمل بعدة معاني من هالشي المسألة الشأن الغرض الحاجة وفي حال الفعل تستعمل بمعنى الإرادة الرغبة بمعنى يعني كلمة حقيقية مستعملة في كل شي هادي الكلمة تستعمل غالبا وفي كل المجالات وفي كل السمعات ربما تستعمل كذلك عن شيء منسي شيء مسهو عنا طيب بمعنى الشي نجدها مطابقة عند كل التنوعات النفس الأمازيغية بداينا نقول لنا مشرفي نفسها موجودة وفي الأبيت الكارتاج نقبل شوية فهي موجودة عند مزاب ورقلة تمازيغة الأطلس المتوسط تشلحيت تاريفيت تقبيليت تشاويت وكذلك نجدها عند أمازيغ الجنوب كلاير زواغة إلى آخره طبعا في بعض الأمازيغ الجنوب يغيروا السين إلى شيند فتصبح تغوشا وزي العادة في زناغا وهذا يحتاج إلى حديث وحده زناغا موليتانيا لأن الكلمات الأمازيغية عندهم يبدو أنهم انفصلوا عن بقية الأمازيغ في فترة مبكرة جدا 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 فتغوشا أصبحت أول وهلة تبدو لك أنها بعيدة إلى نهية من نفس الجدر وهي أكيج أكيج تغوشا تعني في الغالب الشي أو الغرض أو الحاجة أو الشأن عندهم كلهم تغير معنى تغوشا في أي رو أصبح مخصص بالعمل تغوشا تعني الشأن أو العمل فمنها نجد رجال العمال يسمى إمقاوشا طبعا هنا الواحد يتساءل العمل زي ما نعرفه في تقبع ليت أقديش وأصبح تستعمل عند الكثيرين كذلك أقديش فشوفوا رجال العمال هي إمقاوشا وإمقاوشا وأقديش بمع التدبير المنزلي اللي هي في الغالب العام جاءت من نفس الجدر وكذا أقديش بمعنى السحر أو عمل الشي وجعل الشي جاءت كذلك من نفس الجدر لأن السحر من الألفاظ اللي هي تعتبر محرمة وما يذكرش فيها الناس فيسمونها ذاك الشي فأصبحت أقديش بمعنى السحر والله أعلم هذا فقط تخمين مني ولكن مما يجعل هذا التخمين ربما قريب جدا للواقع أن تغاوسها لها معنى آخر عند الشوية اللي هو الأوراس بمعنى الحيلة والحيلة هي زي ما نعرفه صابقة للسحر فهل هذا التحول حصل بشكل منطقي وتسلسلي فهذا يحتاج إلى تساؤل يحتاج إلى بحث أكثر وأعمق أحيانا نجدها أخذت معنى مخصة آخر تغاوسة طبعا نزلنا نتكلم عن تغاوسة كما في تشلحي تخصصت للحلي دون غيرها من الأشياء الحلي تسمى كذلك التغاوسة وبتغاوسة وهين إلى آخره في حالة الفعل نجدها في نفسها مثلا بمعنى يرغب فيه يحب يشاء فيقولون مثلا يغس يغسي تتغسي تغسغام إلى آخره بمعنى أريدك أحبك إلى آخره طبعا فيه تايري وكلهما يستعملون بمعنى مترادف ولكن حقيقة الأمر أن يغس تغسات تاموخسيت إلى آخره لها معنى مختلف عن تغسية تايري طيب هنا نفس الشيء إخساي وتغسات تستعمل في ورق لو أمضاب إخسى بمعنى الحب الرغبة الإرادة نجدها في تشلحي التاموخسيت بمعنى المحبوبة أو الرغبة طبعا أهنيه من بيش نطور في الموضوع هذا لاتينية تغوسة أصلها لاتينة وليس أمازيغية للأسف شديد بدون تحقق قامل كثير من الأمازيغيين بتتبع هذا الإدعاء فهي نجدها مثلا الفاظ القريبة منها كالكوشوز بالفرنسية أو كوزا بالإيطالية ولكن في نظرة سريعة والفضل حقيقة أن يعود إلى صديقي بدر كوكو في هذا في نظرة سريعة في المعاجم اللغوية اللاتينية وجذور هذه الكلمات نجدهم جميعا جميعا مجمعين على أن هذا اللفظ لا يعرفون له أصل يقولون unknown origin طيب كيف تلحق كلمة معلومة لدينا بجذرها ومشتقاقاتي وغيره بكلمة أخرى غير معلومة للجذر؟ هذا واحد الشيء الثاني هذه المعاجم لا ترجعها أقدم من القرن الثاني عشر يعني أقدم مرجع لاتيني كتب كلمة تغوسة أو كوزا أو شوز عفوا لا تغوسة ولا مزغية كوزا ولا كوزي ولا شوز ولا إلى آخره ترجع للقرن الثاني عشر طيب بمقارنة بسيطة بس ابن غانم متى كان؟ كان في القرن التاسع الهجري أو العاشر الهجري اللي هو عفوا العاشر الميلادي اللي هو الرابع الهجري نجد بعدها كذلك ابن تونيرت موجود عنده فهذه مخطوطات أمازيغية تصبق أقدم ما هو موجود عند اللاتينيين فنرجع عدم التسرع ونسب كل ما هو كلمات أمازيغية إلى لغة أخرى غير لغة الأمازيغية فهي كلمة بدون أدنى شك ومع كلمات كثيرة جدا رأيت أن المستمزيغين يذكرون أنها هي كلمات غير أمازيغية ووصولة غير أمازيغية وتبعة بضل أمازيغ ولكن في واقع الأمر هي كلمات أمازيغية صرفة طيب عفوا أنا هناك كلمات قد تكون من نفس الجذر وقريبة منها ذكرنا بكري آقديش وتكلمة اللي هي بمعنى السحر والأخير ولكن هناك كمية كلمات اللي هي ربما تكون لها علاقة بالجذر لأن مثلا الحيلة عند الأوراس يقابلها الذكاء والحكمة في تيميغيست ويبدو أنه لها علاقة مباشرة بذلك يوجد كذلك ألفاظ من نفس الجذر ولكن لم أستطيع الربط بينها ولكن ربما يكون هذا الربط قديم جدا في اللغة الأمازيغية زي إغوس بمعنى اقتطعة قطعة من الأرض والآخرية هي إغوس بمعنى نظفة أو نظيف الطهارة أو النقي النقي أو الطهرة كذلك فيه إغواس بمعنى إطلاق الصيحة الزمجرة كذلك الصوت الذي يطلقه الجمل كذلك أسجلف الذي يطلقه الكلب إغواس يسمى كذلك من الألم طبعا الكلب لما تغوس هو صوت الألم الذي يطلقه الكلب إذن توجد كلمات كثيرة لها علاقة بالجذر الغوس ولكن هذا موجود رأوه في اللغات اللي يسمى الأفرعزيوية أو ما يحلو للبعض تسميته اللغات الحامية السامية توجد أحيانا جذور مشتركة الحروف ومختلفة المعنى تماما وهذا يرجع لأن هذه الألفاظ قديمة جدا وربما لها علاقة ببعضها ولكن نحن الآن لإدراكنا المحدود لا نستطيع الربط بينها لغياب بعض هذه القواسم المشتركة عننا اليوم بسبب عدم التدوين ولكن الرجاء إلى حاجتين الكلمة التغوسة التي هي الشيء أصلها أمازيغي بدون أي أدنى شك وأرجو أن يكون الموضوع واضح حاليا التغوسة تستعمل في نفسها في صيغة التأنيث وكراء أو شراء يستعمل في صيغة التذكير ولكن لها معاني أخرى زي ما ذكرنا الآن ولما نجول الكراء أو شراء حالنشعر عليها باستفادة وأسكين كذلك باستفادة أخرى اللي هي كلمة حقيقة ليست أصيلة بمعنى الشيء ولها معاني أخرى ولكن استعملت بمعنى الشيء في بعض التنوعات العمزغية تنمي تنون إلى حلقة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر